السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بالسابقين في حلقات السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين النهاردة الحلقة رقم 18 والأيام عملة بتجري وكل سلام الطيبين يعني دخل رمضان من أيام وهيودع بعد أيام والرابح وفيه من رابح والخاصر وفيه من خسر وهي دي الدنيا كلها الإنسان بيدخل من باب ويخرج من باب تاني ومحدش عارف مين اللي فائز ومين اللي خسران لكن نسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين اللهم آمين جماعة محتاجين أن احنا نغترم والله كل لحظة في حياتنا قبل ما نندم على هذه اللحظات وهي بتمر من حياتنا قبل ما نندم ونلاقي نفسنا مرة واحدة يعني يوقفين بين دي الله سبحانه وتعالى حتى نسأل عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يواضر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا رد عليهم وقال إيه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا كنا بنتكلم حبيبنا وإخواننا وأبائنا وأماتنا وأخواتنا كنا بنتكلم في الحلقات الفاتر عن علوه همة الصبيان وإحنا بنفكر ليه الصبيان علشان نقول يا جماعة إحنا يعني إذا كان دي علوه همة الصبيان أمنا إحنا فين إحنا بنعمل إيه إيه اللي قدمناه عشان بس يعني نتحفز شوية ونتحمس إن إحنا نخطو خطوات يعني لخدمة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى المثال الجميل اللي عايزين نفكره النهاردة ونبدأ به النهاردة إن شاء الله طفل صغير كان أحد الملوك في بلاد الكفار كان نفسه هو يقضي على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس بلاد الأندلس حكمت بالإسلام 8 كرون 800 سنة لم تغيب أو لم تغيب شمس الإسلام عن بلاد الأندلس 800 سنة 8 كرون كيف كان القضاء على الخلافة في بلاد الأندلس شيء عجيب جدا يعني في يوم الأيام أحد ملوك البلاد العداء يعني وكده بعت جاسو اسم الجواسيس لبلاد الأندلس عشان يعرف أحوال البلاد عاملة إزاي يعني أغبار العدة والعتاد العدة والعتاد والسلاح والرجال عايز أعرف أغبارهم إيه عشان يعرف لما يجي يخش يغزوا البلاد ديت محتاج إيه بالضبط يعملون فالمهم أرسل جاسوس الجاسوس أول ما دخل البلد بتاع بلاد الأندلس أول ما دخل مباشرة وجد صبي صغير جدا جدا جالس تحت شجرة عمال بيبكي انت لما تشوف عائل صغير بيبكي تحت شجرة إيه اللي يخطر على بالك؟ على طول يما حد يخد اللعبة بتاعته يما حد يخد من فلوسه يما هو نفسه في شوكولاتة نفسه في فنضام في أي حاجة يعني عائل صغير يعني فإيه اللي حصل؟ فسأله ما الذي يبكيك يا بنيا؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فرح بصصه الطفل كده يعني إيه بش مئزاز أو بش مئناط المهم يعني فكان أرفض منه يعني متدائق فبيقول له سبحان الله وهل خلقنا من أجل اللعب؟ ده طفل صغير يعني وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال إذن فعلام البكاء قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفوريني بسهم واحد واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد فراجل لما لقى كده فضربها في دماغه يعني قال لك إذا كان ده حال الصبيان ومالي الرجال اللي جوا يبقى شكلهم عمل إيه؟ فقال لك نحترم نفسنا واليوم العدة ونروح فرح قال للملك قاله لا تحاول أن تدخل تلك البلاد إلا إذا دخلت عليهم المعاصي وفرطوا وابتعدوا عن شرع الله فهنا تستطيع أن تخزوهم وبالفعل جاء من جاء بعد ذلك من بني العباس وأفتهم بحل الخمور من نخيع الطمر وبحل الغناء والموسيقى فسمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا وضاعت الأمة أو ضاعت كثير من الأمة فدخلوا بعد ذلك وقضوا على الخلافة في بلاد الأندلس سبحانه الملك شاهدوا موقف الطفل الصغير ده طفل صغير بيقول له وهل خلقنا من أجل اللعب؟ شوف قديه حال الطفل حال طفل يعني بنهدين نهاردة لرجال الأمة وهل خلقنا من أجل اللعب؟ عمرك ده كنزك الحقيقي عمرك ده كنز الحقيقي إما أن يضيع وإما أن تستثمر العمر وتجني الخير كله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم العمر ده هتحسب عليه لا تزول قدم عب من أند ربي ومركلم حتى يسأل عن أربع والحديث روى الترمذي بإسناد الحسن عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به إذا هتتسئل عن كل ده؟ إذا لازم تجاهز نفسك ولذلك لما لقي الفضيل بن عياد رحمه الله رحمة الله سعى وجد رجل غافلا عن طاعة الله بعيدا تماما فقال سبحان الله كم عمرك؟ أجل ما بيصليش ولا عمره سجد لله سجدة وطول عمره عايش كده على الشهوات والملزات قال كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال عمري ستون سنة قال سبحان الله فإنك منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه خلاص ده أنت قربت خلاص يعني بينك وبين الموت شعر فالرجل كأن الكلمة يعني وقعت في موقع عظيم من قلبك فقال إنا لله إنا ليه راجعون كأنه فكروا بحاجة هو كالنسيها قال إنا لله إنا ليه راجعون فقال له الفضيل هل تعلم معنا تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه فهل أعددت للسؤال جوابه فقال الرجل الفضيل ما الحيلة يرحمك الله طيب أنا غلطت ستين سنة خلاص أي أس لا ما تأس قال ما الحيلة يرحمك الله وسبحان الله العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله قال الحيلة يسيرة قال ما هي هاتها قل عليها هي ايه بالضبط قال الحيلة يسيرة أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صارحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور ورحيمة وبمناسبة الآن تحضرني قصة رواها المنذري بسند جيد أن رجلا يعني قد بلغ من الكبر عتيا رجل كبير جدا في السن يعني في شكل صعب جدا لدرجة أن حواجبه سقطت على عينيه فدخل على النبي ولم يكن أسلم بعد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا خب بلغ بقى فتبسم النبي في وجه ياه طب وإيه لزوم البسمة في الوقت ده طب ما كان النبي يغضب كده ويكشر في وشه لأنه رجل مزنب قال لك البسمة دي لها أثر عظيم جدا على قلوب العصاة إنه هو حاسس إنه هو ما ينفعش خلاص هو يعني ما ينفعش يتوب هو حاسس الدنيا كلها ظلم في وشه فبتيجي البسمة هنا بتضيء له الطريق بتفتح له باب الأمل فتبسم النبي وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات يا الله فالراجل مستغرب ومش مستوع الموضوع وعايز أقول لي نبع سلم لا ده في حاجات أنا لست ونتلكش عليها قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي أنت تعبش أنا عملت إيه ده أنا عملت بلاوة يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر فما زال يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتبسم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فتحوا باب الأمل للناس ما تقفلوش الدنيا في قشوش الناس ووعى تيأس حد من رحمة ربنا أنا وهدي ليك بس حديثين كده على الماشي كده بس بعد ما تصدع لحبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الأولين رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدف أن رجلا قال للرجل الآخر والله لا يغفر الله لك قبالك فقال جل وعلا من ذا الذي تألى يتألى عن يحلف من ذا الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك الحديث الثاني روى أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا واحد فيهم كان مذنب جدا والتاني مجتهد في العبادة أول فكان المجتهد والحديث روى أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول أقصر يعني كفاة بقى زنوب وأقصر ديت كلمة يعني ما يالش ما يالش أسلوب دعوة يعني زي ما تكون معد على واحد نارد طوله ما تخفي بقى مش كده يعني ما تتقي ربنا وده أسلوب دعوة أسلوب دعوة ده لابد أنت ترقق قلب الإنسان قدامك وتمهد للمسألة وتحببه فيك وتقدمه الهدية وتتألف قلبه وتطبطب عليه وتقبله وتقبل رأس وتحاول تعم مع معاملة طيبة عشان يلين القلب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى إنما بالغلزة والشدة دي يزداد عنادا فكان يمر عليه ويقول له أقصر والتاني يقول له خليني يا رب انت مالك انت سيبني ربنا يعلم بالجوان مثلا يعني ففي مرة من المرات مر عليه المجتهد فوجده مذنبا في ذنب كبير فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة قال أبو هريرة راوي الحديث يقول والله لقد قال الرجل كلمة أو بقت ضيعته يعني هادخلي يهلك أو بقت عليه دنياه آخرته فلما مات الاثنين دولات فاجتمع عند الله جل وعلا فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بيه عالما تكن تعرفنا أنا مش أخفر له أم مش تدخله جل أكنت بيه عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به بالمجتهد ده فأدخله النار ثم أمر المولى عز وجل الملئكة بأن يأخذوا هذا المذنب وأن يدخله الجنة فأوعى أوعى تيأس حد من رحمة ربنا يوم ربنا يكرمك وتبقى ملتزم أو تبقى أنت ملتزمة وتشوف أي حد عاصي أو تشوف واحد عاصية على طول نتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أجمعنا ما تولدناش ملتحيين وحفظين الكرآن والسنة وعلماء ودعاء كلنا كنا أصحاب ذنوب ومعاصر وما زلنا أصحاب ذنوب ومعاصر وفي حد معصوم في الدنيا دي من ذا الذي ما سأقت ومن له الحسنى فقط تريد مبرأا لا عيب فيه وهل نار تطير بلا دخان يعني أنت لو لو التمست إنسانا بلا ذنب خلاص لن تصاحب أحدا على رجل الأرض فلكل أصحاب ذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تعال نشوف قصة بقى جميلة جدا جدا نتعايش معها ونختم بها اللقاء الجميل ده قصة معاذ ابن عمر ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء علوه وهمة فوق الخيال علوه وهمة يضرب بها المثل الناس كانت زعلانا لما أهل الدنمارك أو الرسام اللي كان في الدنمارك سبى النبي صلى الله عليه وسلم بقابي هو أمي ونفسي وروحي صلواته ربي وسلامه عليه لكن سبحان الملك زعلك على النبي على السلام خليك عملت إيه؟ أهو عدت تستنكر وبتعد نمرك وعمل وسوه إنت عملت إيه؟ إنت قربت من ربنا؟ إنت اتبعت النبي على السلام؟ بطول بحبه وبدفع عنه اتبعت سنته؟ النبي على السلام أمرك بكذا عملت؟ نفست؟ وقد يكون اللي غضب اللي غضب عشان خطر النبي على السلام قد يكون أول من يخالف النبي ودي مشكلة كبيرة إن أنا غضبان وزعلان عشان النبي على السلام وفي نفس الاته ما بصليش وهي غضبانة وفي نفس الاته مش محجبة وزعلان عشان النبي على السلام هو بعقل والده وهي زعلان عشان نبع السلام وهي زعلان زوجها وهو زعلان عشان نبع السلام وفي نفس الوقت ببهد الجرام خلت بالك يبقى فين بقى فين الكلام ده يبقى المفروض الانسان لما يقول انا بحب نبع السلام اتبع نبع السلام ها سبحانه الملك يعني الانسان يعني لا يدعي المحبة الا اذا كان متابع نبع السلام قال جل وعلا كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من أعظم علامات حبك لله اتباعك للرسول الله صلى الله عليه وسلم وزي قال الإمام الكثير هذه الآية حاكمتنا على كل من ادعى محبة الله ولم يتبع الشارع المحمدي فهو كاذب في نفس دعوان هو بيتحك على نفسه بيتحك على نفسه ليني مش بتتبع النبي يبينين بيحب ربنا ربنا بيقول لو بتحبني اتبع النبي بتاعي صلى الله عليه وآله وسلم شاف موضوع معاذ ابن عمر بن جموح ومعاذ ابن عفراء شباب صغارين صب يا صغار عندهم حوالي 12 سنة سمعه مجرد سمع بس كده ان ابا جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم صب يا صغار ورغم زلك لم يتحملوا كلمة تقال في حق النبي صلواته ربه وسلامه عليه هو ده بقى الحب بقى الحب العملي الحب المجرد بقى كلام كده ودخاني يطير في الهواء لا حب بجد حب النبي اتبع النبي ولا اطيق ان انا اسمع ان حد بيتكلم ربع كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم على طول في ساعتها كانت في غزوة بدر والحديث روال بخاري والاتنين يعني بيحكي عنهم عبد الرحمن بن عوف بيقول اني لفي الصف في يوم بدر اذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من اغلمة الانصار لمعاذ ابن عمر بن جموح ومعوث ابن عفراء قال عبد الرحمن بن عوف اتعرف ابا جهل انت عارف شكله قلت وماذا تريد من اب جهل فقال قد سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يعني والله لان لقيت ابا جهل لا يفارق سوادي يعني جسمي لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الاعجل منه يعني امسك فيه وعبط فيه ولا يمكن اسيبه الحد يانا يهو الموت فعبد الرحمن بن عوف يبقى أمسوط جدا ده بميت راجل شويتين لقى التاني بيغمزه يا عم يا عم قال ماذا تريده يا ابن اخي قال اتعرف ابا جهل مبارك منافس الكلام يعني قلت ملا ايه عرف قال فلما تريده يعني ماذا تريده من ابا جهل قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الاعجل مننا قال فلم ارضم عنهما بديلا عبد الرحمن بن عرفك في الاول بيلي ايه انا قاعد يعني وقاعد كده مش في امان يعني لا دلوقتي مش عايز ولا ميت راجل مكانهم ده هم دول احسن ميت راجل فقال فلما بدأ الجهاد رأيت ابا جهل يزول في الناس عمال بيض حركي منه شمال فقال فقلت لهما الا تراياني هذا الرجل شايفينه اللي قدامك ده هلقوله ايوان قال هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه قال شوف اللفظ فانقض عليه كالسكرين فقتله ما استحملوش في ساعته على طول الاتنين جيروا وراءه اتناشر سنة جيروا وراءه وبالسفر حقتين مين ابو جهل وراحوا الاتنين من فرحتهم شوف يا اخي الحب يا اخي سبحان الله من فرحتهم جيروا على النبع السلام وكلاهما يقولوا انا قتلته يا رسول الله وده يقوله لا ده انا اللي قتلته يا رسول التالي يقوله لا انا اللي قتلته حب النبي صلى الله عليه وسلم يا طيب بخط الاتنين قال هل مسحتما سيفيكما قال لا قال هات السفين خد السفين فرأى دماء ابي جهل على السيفين فقال كلاكما قتله انتو الاتنين قتلتون ومين اللي جاب له بقى رأس ابو جهل بعد كده عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كان ابو جهل كان يصخر منه ويسمي ايه كان عبد الله بن مسعود كان راعي غنم فكان يقوله ايه ماذا تصنع يا رويعي الغنم يعني بيصغروا للتحقير يعني فرح طالع عبد الله بن مسعود إن أبو جهل تقتل فقال من يأتيني برأس أبو جهل فرح عبد الله بن مسعود مسك أبو جهل تلع في صدره كان في الرمق الأخير قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روايه الغنم أخذ بالك فسبحان الله فرح ابن مسعود رح نازل عليه بالسكين أو السيف ورح أطع الأبت ورح بيها للنبع السلام فالنبع السلام قال آه الله الذي لا إله إلا هو هو ده أبو جهل أخذ بالك يعني والله هو ده أبو جهل اللي تقتل فقال آه الله يعني هو هو والله فالنبع السلام قال هذا فرعون هذه الأمة شاهد في موضوع معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء اللي اتنين يا جماعة كان لهم قصة كده غريبة جدا في قصة إسلام والد معاذ بن عمر بن الجموح معاذ بن عمر بن الجموح أبو اللي هو عمر بن الجموح كان كان كافرا وكان أعرج شديد العرج وده بقى يعني شوف هميته دارت ايه يعني أسلم وهو عنده شوف كم سنة ورح قاتل في غزوة بدر وقتل أبا جهل أو شارك في قتل أبي جهل ورغم ذلك برضو كان سبب إسلام والده سبب إسلام فالمهم الشات في الموضوع أن أبوه كان اللي هو عمر بن الجموح كان بيعبد صنم اسمه مناه مناه ده أصلا صنم كبير جدا جدا موجود عند الكعبة خبالك فطبعا عمر بن الجموح أعرج وهو كان ساكن بعيد عن الكعبة فيعمل ايه؟ فبدل ما يروح الكعبة عشان يعبد مناء اللي هو الصنم الكبير فقالك لأ أنا أعمل ما كدت صغنطت كده مني مناه؟ وقبلك يعني إيه؟ إله كده على ما تفرج يعني فهمت زي؟ ولما فأيه؟ أبا فاضي أبا روح للإله التالي الكبير ورح أعمل مناء كده صغنطت وحطوا عنده كده إيه؟ على حتة كده عمنا زي كمودين يعني وكل يوم الصبحية يقوم ويسجد لمناء ويبوس في مناء ويرقع لمناء ولما يسافر يستشير مناء المهم يعني المناه ده كان كل حياته رح معاذ ابنه بقى عمل حركة جميلة جدا عشان يكون سبب إسلام والده وكانت قصة جميلة جدا جدا مشاولة لكن لو بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم معاذ ابن عمر بن جموح كان أسلم في القبيلة بتاعته هو هو معاذ ابن الجبل ومجموعة من الشباب الصغارين جمعهم قال لهم عايزين نشوف فكرة عشان والده يسلم والده عدد ستين سنة وعايز يلحق يسلم قبل ما يموت المهم اتفقوا مع بعض ومن شباك البيت كده واخد بالك وراحوا ايه خطفين مناه واخدينه وعزك الله وراحوا رميينه منكسا رأسه في بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها مخلفات قضاء الحاجة وكان ده كله بيرموها في البير دي فراحوا رميينه على رأسه عند البير دي صاحب صبح الصبحية عمر بن الجموح بيدور على الاله بتاعه ملاهوش الاله تاه الاله تخطف حادث اختطاف اله اخي بالك ايه بيدور الاله فين ربنا بتاعه بقى فمزق ربنا فين ربنا ضع فعمال يدور مش لقيه خارج في الشوارع حد شاف اله تاقل ممي اعمال بيدور على الاله بتاعه حد شاف اله يا ولاد الحلام الحد مفيد فين وفين بص لقاء مناكسا رأسه عندي بير النجاسات فواسأل الاله يترمي في المكان الوحش ده فراحوا اخده وقال لئن علمت فمزاي من يفعل بك ذلك او من فعل بك ذلك لأخذيانا لانا كنت قطعه وراحوا اخده البيت ام غسله ام زبطه ام ريحه كلنا ثلاث خمسات وسيفن ابو مزبطه وراح حطه تاني واحد يعبوطه اخي بارك برضو ما بطلش يعني في اليوم التاني معاذ ابن عمر ابن الجموح برضو معاذ ابن الجمل والشباب راحوا سرقين الاله ورامو في نفس المكان صبح الصبح عمر ابن الجموح فين ربنا بتاعه ملاهوش خلاص باعرف السكة بقت ايه بقى ده مشواره اليوم يعني الاله يروح يتحط في البلع ويرروح يوم بلع وكذا يعني فراح جالي عن المكان وراح جايبه برضو لئن اعلم من يفعل بك ذلك والله لأخذيانا اخو بلك وبعدين جي في ليلة تالتة ربنا الهاموا بحاجة كده كده سبب اسلامه راح مسك السيف بتاعه وراح حطه في رقبة الاله ده صنم بتاع مناده قاله لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك ايه اله تايواني انت اللي يعمل ما تدافع عن نفسك اعمل حاجة يعني يجي يخطفوك ويرموك ايه لا وانت قاعد ما بتمش حاجة اعمل حاجة لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك فالشباب جنب الليل برضه وراحوا واخدين الصنم المناده وفراسه السيف كده واخدينه وحطينه في البقر وراحوا شايلين السيف وحطين مكانه سلسلة بكلب ميت خب بالك بقى عامل من الجموح قام الصبح ما لقاش لا الاله ولا السيف جير على المكان ما خلاص بقى بقى ده الويك اند بتاعه يقضيه ناكي فراح ايه شاف المنظر فراح لقى الاله مرمي في بتاع ديت بقى للنجاسات والصيف متشاله محطوط كلب ميت طبعا لو واحد بقى غيره بقى يكون متخلف ولا بتاعه يقولك ما شاء الله معجزة ما شاء الله صيف تحول لكلب ميت الله اكبر طبعا يعني يفهم زي ده لو انسان يعني موخه ضايع يعني لكن الحمد لله ربنا اكرام بان الهداية جات في اللحظة دي فمص كده الهو يتمل في البلاود ده ايه ايه ده مسخرة ده قال لي دعمالي باهدي اليمين وشبال ده ملتاشة ده قال لي فراح باصل كده قال لي رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب فسجد في محراب التوحيد وأسلم وآمن بالله جل وعلا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبتني جدا الحيلة الجميلة اللي عملها ابنه عشان يكون سبب في إسلام هذا الرجل هذا الرجل أسلم بعد كم سنة أسلم وكان عنده فوق الستين سنة هو أعرج شديد العرج وانتو عارفين ان ربنا رفع تكاريف الجهاد عن ثلاثة عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض يعني هو ليس عليه جهاد أصلا ورغم ذلك وولاده كان عنده ستة أولاد كلهم بيجاهدوا في سبيل الله ومنهم ابن شارك في قتل أبي جهل ومعاذي بن عمره بالجموع ورغم ذلك لم يكتف عايز يخش يجاهد فين في غزوة أحد فابن يقول له يعني أبي احنا بيجاهد وإحنا كلنا في ميزان حسنات كوعدوا بلاش يقول له أبدا فرح اشتكهم لنبع السلام قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمر فلقد رافع الله عنك الجهاد ثم نظر النبي إلى أولادي وقال أما أنتم فدعوه سبوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة فدخل عمر بن الجموح فقاتل فقتل فاستشهد في غزوة أحد في رواية تانية جميلة أوي إن عمر بن الجموح قال يا رسول الله إن رجل أعرج شديد العرج ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن قال أجل يا عمر فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد قتل في غزوة أحد فقال والله يا عمر لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سليمة صحيحة الله الله شفت عليه وهمة الصبية الصغر أديه كان سبب في أنه يقتل أبا جهل سبب في إسلام والده سبب في استشهاد والده حاجات كثيرة جدا إن شاء الله نلتقل في الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله مع علو وهمة النساء ثم بعد ذلك علو وهمة الشيوخ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو والهمة وأن يجعلنا من الصابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر